كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها ما جلس الابتكار فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار وطوبى لمن في هداه استشار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددا برنامجكم زاد الأسرة عنوان جديد وحلقة جديدة بإذن الله عز وجل في هذه الليلة ضيفي وضيفكم مشاهدين الكرام في هذه الليلة الدكتور قشمير القرني بسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب حياكم الله دكتور حياك الله وحيا الله المشاهدين جميعا وأسأل الله أن يجعله لقاءا نافعا ماتعا اللهم أمين مشاهدين الكرام حديثنا اليوم في هذه الحلقة هو عن التعدد في الإسلام والمرض به تعدد الزوجات سنتحدث من الله عز وجل في هذه الحلقة عن مشروعيته ولماذا هذا التعدد أيضا معناه وشروطه بإذن الله عز وجل سنخرج في نهاية حلقتنا بموضوع يفيد الأسرة المسلمة حياكم الله دكتور حياك وبياك طبعا الموضوع حساسي شيخ ويتوجس منه كثير من النساء ولكن شريعتنا الغراء ليس فيها تخوف أو فيها يعني شيء من التثبيت أو شيء من الكراهي فأي حكم من أحكام الله عز وجل التي أقرها الشرع والله سبحانه وتعالى أنزلها ليحكم بها الناس التعدد شيخ كشمير موضوع حتى وإن طرع على استحياء أو على تخوف لكنه واقع في شريعتنا لا مفر منه في بداية دكتور نريد أن نتعرف سويا عن معنى التعدد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون ثم أما بعد التعدد كلمة التعدد مأخوذة من العدد وهو معنى اصطلاحي لأن الرجل إذا أراد أن يتزوج بثانية أو ثالثة فإن ذلك يزيد في العدد كانت واحدة فأصبحنا إثنتان ثم ثلاث فهو مأخوذ من العدد وأما من الناحية للصلاحية فهو أن يتزوج الرجل يعني زوجتان فثلاث فأربع كما هو شرع الله تبارك وتعالى هذا من ناحية المعنى موضوع التعدد كما ذكرت يا أبا عمر من المواضيع التي أصبح الناس يطرقونها على استحياء وأحيانا على وجل على نعم يعني الوجل من جانب والاستحياء ربما من جانب آخر وهو عندما نتحدث عن هذا الموضوع فإننا نقرر شريعة من شرائع الله عز وجل الذي أريد أن يصل إلى جميع المشاهدين على اختلاف أجناسهم و أطيافهم أننا لم نجلس في هذا المجلس و لم نتكلم بما سنتكلم به بمشيئة الله من أجل أن نكون دعاة للتعدد يعني هذه الحلقة أصلا لم تعقد ليست تسويق للتعدد ليست تسويقا للتعدد ليست دعوة و فتح باب للتعدد و كذلك ليست هي إغلاق لباب التعدد و مناقضة أو مصادة لشرع الله عز وجل إنما الهدف منه يا شيخ تبيل شريعة الله عز وجل في هذا الجانب نحن نتحدث في هذا الجانب أو سنركز في حديثنا بإذن الله عز وجل في هذا الجانب على مسألتي على الجانب أو على جانبين الجانب الشرعي و الجانب التربوي بإذن الله عز وجل للأسف مع كون التعدد شريعة من شرائع الله تبارك و تعالى و جاءت به نصوص شرعية من الكتاب و من السنة إلا أننا كما ذكرنا أصبح الناس يذكرونه على نوع من التخوف بل للأسف للأسف أقولها بصدق أصبح بعض الناس يذكرون هذا الموضوع على سبيل التندر و على سبيل الاستهزاء و على سبيل السخرية حتى وصل عند بعض الناس أن يطرق عند بعض الرجال على سبيل التحدي أنه يكون هناك تحدي من الذي يفعل أو من الذي لا يفعل و عند النساء على سبيل الصد و المنع كلا طرفي قصد الأمور ذميم نحن لا نريد هذا و لا نريد هذا إنما نريد أن نبين شرع الله تبارك و عز وجل و لهذا نحن نتحدث عن هذا الموضوع بإذن الله تبارك و تعالى و نسأل الله أن يرزقنا السداد و أن يلهمنا الصواب في هذا الطرح الذي سيكون بمشيئة الله تعالى أحسنتم شيخ و كما ذكرت الهدف في هذه الحلقة في نهايتها أن الإنسان يعرف حكم الله عز وجل في هذا الجانب و ليس الهدف منه عندما نتحدث عن هذا المشروع التي أقرتها الشريعة أن الإنسان يأخذها مبدأ السخرية و الاستهزاء و مبدأ التحدي أو مبدأ مثلا هدم البيوت و حاشا و كلا أن يكون هدفنا في هذه الحلقة الهدف حكم من حكام شريعة الله عز وجل نبين للناس و نوضحه و أيضا كذلك كيف الإنسان إذا أراد أن يخطو هذه الخطوة أن يعامل الله عز وجل في كل خطوة من خطواته في هذا الطريق طيب شيخ من ناحية الشرعية ما هو مشروعيته الله تبارك و تعالى يقول في كتابه الكريم و إن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاثى و ربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا لاحظ هذه الآية المباركة من سورة النساء الله عز وجل يتحدث فيها عن رجل يكفل يتيمة و مع هذه اليتيمة مال إمرأة يتيمة ذات مال وجمال و هذا الرجل يريد هذه المرأة لمالها و كذلك لا يريد أن يفرط فيها فيذهب هذا المال إلى غيره فالله عز وجل يقول له و إن خفتم ألا تقصدوا ألا تعدلوا في اليتامة الذين هم تحت أيديكم و أنتم تديرون شؤونهن فانكحوا يعني غيرهن ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاثى و ربع هذا شرع الله عز وجل الذي لا يستطيع أحد من الناس مهما كان أن يقف أمامه منكرا هذا شرع الله تبارك و تعالى الذي من حاول أن يصادمه بالرفض بالرد فإن معنى ذلك أنه يكذب أو يضاد كلام الله عز وجل فعل النبي صلى الله عليه و سلم فقد عدد عليه الصلاة و السلام و تزوج بدل الزوجة ثمتين و الثلاث و أباح الله عز وجل له خاصة دون غيره من الأمة أن يتزوج أكثر من أربع نساء و كان هذا ما أجمع عليه سلف الأمة فمسألة التعدد من المسائل أقصد جواز التعدد لاحظ ليس سنية التعدد أو وجوب التعدد لا أنا أقول جواز التعدد من المسائل التي جاء بها القرآن و جاءت بها السنة النبوية و أجمع عليها سلف الأمة فالمسألة مسألة إجماع ليست قابلة للأخذ و الرد أقصد مسألة الجواز فهو أمر مشروع تماما في شريعة الله تبارك و تعالى و لكن و بعد لكن هذه في أمور ينبغي أن تعلم و لكن هل هذا الجواز على الإطلاق أم أنه مقيد بقيود و له ذوابط هذا ما جاءت به الشريعة و ما سنحاول بإذن الله عز وجل أن نبينه في هذه الحلقة الحلقة و لهذا الله عز وجل في هذه الآية يقول تبارك و تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاثة و رباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة لاحظ كيف أن الحق عز وجل هنا يقول لك يا أخي الكريم إذا كنت أنت تخاف من عدم العدل لاحظ مجرد خوف مجرد خوف أنك ما تعدل بين هؤلاء الزوجات في ماذا سنذكر بعد ذلك في ماذا يكون العدل لكن عدم وجود العدل التخوف من وجود العدل يقول لك الشرع اكتفي بواحدة يعني الاكتفاء بواحدة أيضا من شريعة الله عز وجل هو من شريعة الله وهو الأصل الدكتور عن مسألة هل هو الأصل أو غير الأصل سيأتينا إن شاء الله بعد قليل لكن الشرع المطهر الذي أجاز للرجل أن يتزوج الثنتين والثلاث والأربع شرع له ذلك أيضا شرع له أن يبقى على واحدة ولو فعل ذلك أعني بقي على زوجة واحدة فيكون قد جاء بالأمر المشروع و يكون بذلك قد جاء وسار وسلك أيضا طريق الأنبياء و المرسلين يعني البعض يقول لك أنا فتزوج ثنتين و ثلاث و أربع اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم هل معنى هذا أن من تزوج واحدة لا يعتبر قد نفذ الشرع لا يعتبر قد تقيد بالشرع لا يعتبر مثلا قد تأسى برسول الله نقول لا حتى المتزوج بواحدة هو في الحقيقة يعني قد جاء بالمشروع قد جاء بالمشروع و تأسى برسول الله و بالأنبياء قبله و امتثل أمر الله عز وجل نعم نعم طيب دكتور هل الأصل هو في النكاح هو في النكاح التعدد؟ جميل هذه المسألة من المسائد التي تطرح الآن كثير و أصبح للأسف يعني الناس يطرحونها العامة و الخاصة ما عندك مشكلة لما يطرحها طالب علم و يبدأ يؤصلها كتأصيل شرعي لكن الإشكالية الآن لما يبدأ يخوض فيها الراغب في التعدد فيميل إلى جانب و ينسى الجانب الآخر يعني يجيك إنسان عنده رغبة في التعدد فتقول له ليش تبقى تتعدد؟ قال يا أخي التعدد هو الأصل و ليس هو الإفراد يقول لك التعدد هو الأصل أقول يا أخي أصلا هذه المسألة من المسائل الخلافية التي اختلف فيها الفقهاء فمن الفقهاء من رأى أن الأصل فعلا في الزواج هو التعدد لأن الله تبارك و تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاثة و ربع فقال الأصل هو التعدد والتعدد سنة من السنن التي من فعلها يؤجر عليها و أخذ ما شاء الله يفتح الباب و يدعو دعوة يعني مباشرة و صريحة و دائمة للأسف و يسوق جدا لهذا الموضوع فيذكر دائما في تسويقه الأمور الإيجابية و يغفل عن بعض الأمور السلبية التي تكون أحيانا في بعض الأسر عند بعض المعددين و تشوي صورة التعدد و تشوي صورة التعدد من جانب بعض الفقهاء قالوا لا الأصل في النكاح هو الواحدة الأصل يعني لو نظرنا أصلا ما حكم النكاح في أصل الشريعة النكاح في الأصل سنة مؤكدة النكاح في الأصل الله يقول فانكحوا سبحانه و تبارك و تعالى و هذا أمر لكنه أمر للاستحباب و ليس أمرا للوجوب و الدليل أنه قال تبارك و تعالى ما طاب و في الحديث يقول عليه الصلاة و السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فعلق النكاح الزواج بالاستطاعة و هذا دليل صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب إذن النكاح في الأصل بواحدة هو الأمر المستحب السنة المؤكدة الذي يتفق عليه أهل العلم رحمهم الله يبقى مسألة الثانية هو الثالثة إنما هو أمر خلافي بين الفقهاء فمنهم من يرى أن التعدد هو الأصل و أنه سنة محمودة و فعل النبي و فعل الصحابة في هذا واضح و بي و منهم من يرى أن الأصل هي الواحدة و هي السنة المؤكدة و أن الثانية و الثالثة هو الرابعة أمر يدور حول الجواز يعني هو أمر جائز فلو فعله لا إثم عليه لكنه ليس من الأمور التي تجعلنا نقول أنه الأصل و أن الواحدة خلاف الأصل الشرعي و الذي يظهر لي و الله أعلم أن الزواج بواحدة هو الأصل الشرعي هو الأصل الشرعي و لكن لحكمة الحكيم فتح للرجل باب التعدد لحكم عظيمة جدا لو نظر فيها الناظر لا استطاع أن يتعرف على بعض منها دون أصلا الاستطاع بالإلمان بها كلها فمثلا هذا التعدد باب عظيم لكسر باب العنوسة الموجود في كثير من مجتمعات المسلمين و لو تقلب الآن يا مكثر العوانس في مجتمعاتنا كلنا فلو اكتفى الرجل بواحدة لظللنا كثير من النساء في بيوتهن لأن الأعداد من خلال الإحصائيات و التعداد السكاني تثبت في كثير من الدول أن النساء أكثر من الرجال فلو اكتفى كل رجل بواحدة لبقي عندنا الكثير من النساء العوانس طبعا الحريم يقول لك يا عمي تقعد ما في مشكلة نخرب بيتي نحن نقول لا نظرتي و نظرتك في هذا البرامج ليست نظرة فردية نحن لا نتحدث عن أسرة واحدة نظرة مجتمعية لا نعرف ظروفها نتحدث عن المجتمع بنظرة شمولية نظرة شمولية تقول أن التعدد لو سار على المنهج الشرعي الصحيح السليم لكان بابا عظيما بإذن الله عز وجل لإنهاء موضوع العنوسة عند النساء باب تعدد الأبناء تعدد الأولاد وإن كان للأسف في بعض مجتمعات المسلمين من يحارب هذا الجانب لكنه باب مهم جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فالشرع المطخر يريد منك أن تكون أنا وأنت والثاني والثالث عندنا من الأبناء بإذن الله عز وجل العدد الطيب الكثير الذي يكثر سواد الأمة يكثر سواد الأمة ومن جانب أنت ما تدري أيهم أقرب إليك نفعا الله عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فقد يكون النفع في الأول أو في رقم ثمانية أو في رقم عشرة أنت ما تدري فهذا من الله عز وجل أيضا من الحكم التي نراها في باب التعدد يعني كسر الروتين والملل الموجود في كثير من أسرنا الآن كسر الروتين والملل وإن كان التفصيل في هذا الجانب يحتاج إلى واقع عملي أكثر من جانب نظري لكن هذا موجود كسر الملل والروتين الموجود سواء عند الرجل أو حتى عند المرأة قد يستغرب بعض النساء من هذا الكلام يعني هناك دراسات ليس كلام في الهواء هناك دراسات تثبت أن المرأة التي يعدد عليها زوجها ما هي إلا فترة حتى تتغير في كثير من شؤون حياتها إلى الأمر الإيجابي ليس إلى الأمر السلبي السلبي كذلك هذا الرجل المعدد هناك إيجابيات وأمور بإذن الله عز وجل تنفعه أيضا من الحكم يا أخي الكريم كم من الأسر عندها حالات خاصة يحتاج فيها الرجل إلى التعدد بل تحتاج فيها المرأة إلى التعدد المرأة نعم المرأة أضرب لك مثال كم من الأسر أصيبوا بالعقم موجود صح كثير من الأسر يعني في مجتمعات المسلمين وغير المسلمين مصابين بالعقم عند غير المسلمين أول ما يخطر في البال موضوع التبني نتبنى طفل أو طفلين ليسدوا هذا المسد ويضيء علينا البيت بأنوار الطفولة الإسلام يقول لك يا أخي الكريم باب التعدد موجود لك أن تتزوج فتنجب بعض الأبناء فيكونوا خيرا لك وخيرا لزوجتك الأولى وخيرا لزوجتك الثانية أو الثالثة ففيه خير كم هي تلك الأسر التي الزوجة مثلا فيها مريضة الزوجة فيها مريضة مصابة بمرض شديد جدا الرجل عياذا بالله الزوج إما أن يذهب إلى الحرام كما نشاهد في بعض المجتمعات وإما أن يعدد فيأخذ زوجة أخرى بالحلال إذن هناك حكم هذه يعني شيء بسيط جدا منها وإلا الله عز وجل ما شرع شيئا إلا لحكم عظيمة جدا هو شيخ غالب يعني من مثلا من النساء مثلا تكره التعدد التي تكون مكتفية بزوجها عندما تأتي مثلا المرأة الأرملة أو مثلا المطلقة فتجد أنها تحث في هذا الجانب لأنها عانت أحيانا شيئا من المرارة من صعوبات الحياة هذا واقع تلمس أحيانا تجده المرأة مثلا المطلقة أو الأرملة تجد أنها تقبل بالتعدد خلاف مثلا المرأة التي على قولها معها زوجها شوف يعني هذا أنت تقصد المرأة مثلا البكر والمرأة الثيب يعني المرأة البكر غالبا ما تقبل والمرأة الثيب سواء أرملة أو مطلقة تقبل بالتعدد أقول هذا أمر نسبي يعني هذا موجود في مجتمعات دون مجتمعات وأنا أعرف ما أقول يعني مثلا في مجتمعنا هذا الكلام واقعي و صحيح لكن في غير مجتمعنا هذا الأمر غير موجود ليش لأنه ربما ما زال الأمر عندنا موضوع الزواج يعني في سهولة نوعا ما نظرا للوضع المادي الموجود فيستطيع الشاب قبل عمر الثلاثين أن يتزوج لكن في كثير الآن من مجتمعات المسلمين ناهيك عن غير المسلمين يصل الشاب إلى سن الأربعين خمسة واربعين و أنا أعرف ما أقول وهو لم يتزوج إلى الآن لصعوبة الحياة لصعوبة الحياة وبالتالي هذا يؤدي إلى كثير من العنوسة ليس في النساء الثيبات أرام المطلقات لا بل في البنات الأبكار تصل الواحدة سن ثلاثين وخمسة وثلاثين واربعين وهي لم تتزوج لأن الشاب أصلا إما لا يستطيع ماديا ولعدم استطاعته ماديا أصبح مستغن بالأمر المحرم شرعا ولهذا لو جاءها الرجل حتى ولو كان معددا و طرق عليها الباب وهو مستطيع فإنها توافق مباشرة إذن هذا أمر نسبي يتعلق بمجتمع دون مجتمع طيب الدكتور هل ينصح مثلا بالتعدد مطلقا أم لا هناك أمور مقيدة فيه سيدي أنا لست هنا لأنصح الرجال بالتعدد أنا أقولها بملء فمي نعم يعني ليس هذا البرنامج تسويقا للتعدد وأنا في هذا البرنامج لم أتي لأقول للرجل تزوج أو لم تتزوج أنا أقول للرجل الذي يريد أن يعدد لا بد أولا وهذا الكلام آمل أن ينتبه إليه جيدا جميل آمل من الرجل الذي يريد أن يعدد أن يضع هدفه في التعدد أنت لماذا تريد أن تتزوج الثانية أو الثالثة لماذا ما الهدف يعني ما الهدف ما هو هدفك للأسف يا أخي من واقعنا يجلس رجلين في مجلس تزوج ما تتزوج أتحداك ما تتحداني خذ مني هذا المبلغ وتزوج فيقوم على تحدي دار بين اثنين فيهدم أسرة كاملة بسبب تفاهات هذه المجالس هل هذا المعدد يعتبر إنسان ناضج وواعي وكامل وما فعله صواب أقول لا والله ليس هذا المراد بالتعدد الشرعي المنضبط لا يا أخي الكريم ما هدفك في التعدد يعني يقول لك واحد والله أنا عندي هدف ما عندي أبناء واحد يقول لك والله أنا أريد تكثير أبنائي واحد يقول لك والله أنا أريد كسر كسر هذا الروتين واحد يقول لك والله مثل ما ذكرت يا أبا عمر أنا أريد اتباع سنة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عدد والصحابة كلهم تقريبا عددوا وأنا أريد أسير في هذا المسار واحد يقول لك والله يا أخي أنا أريد إشباع رغبة الجنسية المرأة التي خذنا نتكلم بصراحة يعني المرأة اللي عندي مثلا زوجة واحدة ما تكفيني والله عز وجل يعني أعطى الرجل ما لم يعطي المرأة يقول لك أنا والله يا أخي عندي رغبة جنسية مثلا أستطيع أني أتزوج ثنتين و ثلاث فإما أن أبذلها في الحلال أو أبذلها في الحرام فأبذلها في الحلال إذن حدد هدفك وبناء على تحديدك لهدفك تستطيع بعد ذلك أن تختار هل تعدد أو لا تعدد يعني هناك بعض الأهداف تستطيع أن تكسرها وتبقى على زوجتك وتستمر حياتك يعني مثال الرجل قال لك والله أنا أريد فقط أن أتزوج من أجل أن زوجتي ما تهتم فيها مثلا يعني بعض الزوجات مثلا روتين في رتابة شديدة جدا لا تهتم بنفسها لا تقوم عفوا على هذا الكلام بس هذا واقع ما تقوم برعاية زوجها لا تتجمل له لا توفيه حقه في الفراج مثل هذا قال لك أنا أبغى تعدد أقول يا أخي قبل أن تفكر في مسألة التعدد لماذا لا تفكر في تقويم هذه الزوجة لماذا لا تفكر في تعديل سلوك هذه الزوجة لماذا لا تحاول أن تناصح هذه الزوج لتكسر هذا الملل وهذا الروتين يمكن هناك أمر مستخبي موجود في هذه المرأة لو حاولت أن تنبوشه وأن تبعد الغبار الموجود تطلع لك من الداخل درة ولؤلؤة أنت ما كنت تخيلها في يوم من الأيام و بهذا أنت ستكتفي كثير من الشر أو الأذى الذي ربما أقول ربما يأتيك في مسألة التعدد لكن هناك أمور ما تستطيع هناك أمور لو قل لك والله أنا زوجتي مريضة ولا تستطيع أبدا أن تقوم بشؤوني و شؤون أسرتي و شؤون بيتي هنا في أشي تقوله ما تستطيع تقوله إلا وفقك الله و رعاك إذن يختلف هذا باختلاف الناس و لهذا أنا أقولها بملء فمي من هذا المكان و ليسمع الجميع ليس كل رجل ينفع للتعدد ليس كل رجل ينفع للتعدد عانيت أو عاصرت و عشت مع بعض الحالات من هذا النوع أناس تحسن فيهم الظن تجد فيه من الدين فيه من الأخلاق فيه عنده من المال عنده فجأة يرغب في التعدد فيدخل في هذا الباب فلا يستطيع بعد أن وضع قدمه الأولى أن يضع قدمه الأخرى و لا يستمر في هذا الموضوع فيخسر ربما الزوجة الثانية الجديدة التي قبلت بوضعه و وضحت من أجله و قبلت أن تكون زوجة ثانية أو يخسر زوجته الأولى وأسرته بعد أن يحاول الرجوع ولا يستطيع الرجوع إذن أدرس الموضوع من البداية أن تعرف شخصيتك أن تعرف وضعك هل أنت الشخص المناسب للتعدد أو لا الله عز وجل خلق الناس قدرات يعني كما أن الشجاعة قسمها الله بين الناس فمن الناس من تجده شجاع مقدام و من الناس من يعني فيه جبن منكمش منكمش كذلك قسم الله الكرم كذلك قسم الله الصفات كلها كذلك مسألة التعدد ليس كل الرجال لديهم قابلية التحمل في باب التعدد فهناك من يستطيع و هناك من لا يستطيع فالمسألة ليست مسألة غمض و أقدم لا ليست رغبات و أهواء يعني أبدا الشرع المطهر يضبط لك هذه الأمور و ينظمها و لهذا أنا أعتب يعني على بعض الأحب الكرام الذين مثلا دخلوا في باب التعدد ثم أخذوا يجملون التعدد للناس و يبينون الصورة الحسنة و يبينون الصورة الإيجابية فقط دون ذكر السلبيات الأخرى لا لا بد أن تكون هناك عملية موازنة أن يطرق هذا باب الإيجابيات و أن يطرق كذلك باب السلبيات و يبين الأمر للجميع حتى يكون كل إنسان يعني مختارا اختيارا سليما لطريقه على بينة و على مضوح طيب دكتور نحن بعد هذا البيان و الإيضاح مشكورا ما بينت فيه دكتور يعني صراحة بينت أمور يعني تخفى على بعض الناس أو يجهلونها في أن الأصل ليس يعني الإنسان يعني هذا يعدد من باب تحدي و لا من باب أنه يعني إثبات قدراته و لا غير ذلك لا لا بد أن يحدد الهدف الذي يريد منه طبعا لكل شيء في الشريعة لا بد أن تضع ضوابط و شروط من أراد أن يعد هناك دكتور شروط لهذا التعدد من ناحية شريعتنا ما هي هذه الشروط؟ أحسنت الضابط الأساسي و الشرط الكلي الذي جعله الله تبارك و تعالى و نص عليه نصا في كتابه الكريم هو العدل هو العدل كما قال الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم في السورة في الآية التي ذكرناها قبل قليل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا ألا تعدلوا و في آخر الآية يقول ذلك أدنى ألا تعولوا بعض المفسرين يقول تعولوا يعني تجوروا تظلموا يعني الاكتفاء بواحدة أن تبقى على زوجة واحدة هو أقل أن ما تقع بإذن الله في الظلم للأخرى ولهذا الشرط الأساسي في باب التعدد أن يكون الرجل أن يكون الزوج الذي يريد أن يعدد عنده القدرة بإذن الله عز وجل على مسألة العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع هذا أهم الشرط هو الشرط الأساسي الذي ممكن نضع تحته كل ما نريد يعني مثلا مسألة الميل والحب القلبي مسألة المبيت في القسمة في المبيت و ما يترتب عليها مثلا من جماع مسألة السكن مسألة النفقة والمعيشة كلها لاحظ مبنائها على العدل فإذا ضبط الرجل ضابط العدل فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يستطيع أن يعيش نقول بإذن الله حياة طيبة في باب التعدد أقلها أعني بها الطيبة التي بينك وبين الله عز وجل و إلا يعني باب النساء و غيرة النساء و إشكاليات النساء مع الأزواج المعددين باب لا ينتهي و لا يمكن أن يغلق و لهذا الله عز وجل يعني في كتابه الكريم يقول و قوله الحق و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة أمهات المؤمنين رغم إيمانهن و صلاحهن و هن تحت خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أحيانا يعاني من شيء من هذه الغيرة الموجودة بين النساء مع أنه أعدل الخلق و لا يشك أحد من البشر أبدا أنه عليه الصلاة و السلام هو الذي يعني هو أس العدلي هو الذي يعني صلى الله عليه و سلم جعل و شرع في هذا الباب العظيم باب العدل و لكن مع ذلك ما سلم عليه الصلاة و السلام من غيرة نسائه فها هي عائشة لما تدخل يعني يدخل الخادم بإناء من عند حفصة في يوم عائشة تقوم عائشة و تأخذ الإناء و تكسر أمام النبي صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم و الضيوف موجودين في المجلس ها هو عليه الصلاة و السلام في مكان آخر يسمع من إحدى زوجاته الغيبة في زوجة أخرى وهو الذي يكره أكره ما يكره عليه الصلاة و السلام هذا الأمر فتقول إحداهن يعني يكفي أنها تقصد زوجة من زوجاته يكفي أنها قصيرة و تقول تلك اليهودية يعني كلمات حتى النبي قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته من شدة قبح هذه الكلمة التي هي الغيبة في زوجة أخرى لكن الأصل نقول أنك تري الله عز وجل من نفسك خيرا يعني من أراد أن يعدد و علم من نفسه إمكانية العدل غلب على ظنه نقول لأنه اليقين صعب جدا لكن نقول غلب على ظنه أنه بإذن الله سيحقق العدل مع الزوجات العدل في ماذا؟ العدل في المسكن العدل في النفقة العدل في القسمة في المبيت لا أتحدث عن باب الجماع إنما أتحدث عن باب المبيت يبيت هنا ليلة يبيت هنا ليلة ليلتين ليلتين و غيرها من الأمور الحياتية من علم من نفسه أنه يستطيع أن يفعل ذلك؟ فالحمد لله هذا فضل و خير كبير جدا يبدأ بعد ذلك عملية التطبيق هذه مسألة أخرى هل فعل؟ هل ما فعل؟ هذا كل إنسان يعلم حاله و كل إنسان معلق مثل ما نقول كل شاتي معلقة بعرقوبها لكن هذا هو الأصل الذي يندرج تحت كل أمور وهو العدل أن يقيم العدل بين هؤلاء الزوجات والحمد لله يعني نحن نعرف في واقعنا أسر الزوج فيها متزوج لثنتين و ثلاث و أربع والله و بينهن من التقارب و بينهم من العشر الحسنى و بينهم من الاحترام و بينهم من التقدير ما يصلح أن يكون مثالا أنموذجا لحياة المعددين أنا لا أقول هذا تسويقا لكن أقول هذا واقعا يعني كما أن الجانب الآخر الجانب المظلم موجود الجانب المظلم جانب الزوج الظالم الذي لا يخاف الله عز وجل و تزوج بثانية فهجر الأولى و لم ينفق عليها و لا على أبنائها و سد عليها كل طرق الخير موجود كما أن هناك زوجات يعني أخذت على نفسها العهد و الميثاق أنها تدمر حياة زوجها بعد التعدد و أنها تظلم عليه الحياة و أنها تطفي عليه أنوار السعادة موجود لكن نقول الخير باقي الخير باقي بإذن الله في مجتمعات المسلمين و هناك نماذج كثيرة جدا و أنا أتمنى يعني لو في حلقة من الحلقات يستضاف أمثال هؤلاء السعداء اللي فعلا حققوا هذا الأمر بنوع من الانضباط حتى يرى الناس و يرى المشاهدين جميعا واقعنا الطيب إن شاء الله جميل نحن نأخذ فاصل بعد الفاصل الدكتور سنتدارس و يعني وصايا لمن شوها التعدد في الإسلام التي الشريعة باحة لحاجات و أهداف و لكن بعض هؤلاء استغل هذا الجانب في الظلم و في الإساءة لهذا الحكم الشرعي فاصل و نعود طيفنا مشاهدين الكرام فاصل و قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا فأنعم بهم في الورى أسرة و طوبى لمن في هداه استشار قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فما أعظمه من جزاء أن يقع الأجر على الله و ما أجمل أن يعامل المسلم الناس بما يحب أن يعامله الله به فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو هو عن الناس و كما يحب أن يصفح الله عنه فليصفح هو عنهم فإن الجزاء من جنس العمل قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة و قال الحسن البصري رحمه الله أفضل أخلاق المؤمن العفو فمن عرف بالصفح والعفو زاد شرفه و عزه و ساد قدره و عظم في القلوب فالواجب على العاقل توطين نفسه على لزوم العفو عن الناس وترك الخروج لمجازات الإساءة إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان ولا سبب لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمثلها وللتخلق بالعفو والصفح ثمرات جليلة منها أن فيه رحمة بالمسيء وتقديرا لجانب الضعف البشري أن فيه توثيقا للروابط و نشرا للألفة والمودة بين أفراد المجتمع أنه سبب مهم لتحصيل التقوى قال تعالى و أن تعفو أقرب للتقوى أن فيه حسما لمادة الشر وتفاقم العداوات و قد قال بعض البلغاء ما ذب عن الأعراب كالصفح والإعراب أن في العفو امتثالا لأمر الله و طلبا لعفوه و غفرانه قال تعالى وليعفوا و ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم و الله غفور رحيم فأنعم بهم في الورى أسرة و طوبى لمن في هداه استشاء أهلا و سهلا و أرحم بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى ضيف حلقتنا هو الدكتور قشمير القرني و عنوان حلقتنا هو التعدد في الإسلام حياكم الله شيخنا حياكم و بياك طبعا نحن بس على عجالة سريعة دكتور بعد أنت بين مشروعية التعدد و كيف أن الإسلام باحوا بس وصية سريعة دكتور لمن يعني يظلم الزوجات و لا يعدل بينهم و يشوه هذا الجانب في الشريعة جميل أو خلينا مثلا نكبر الدائرة شوية يعني وصية لنفسي أولا ثم للمعارضين أو الذامين لموضوع التعدد أقول هؤلاء ليسوا سواء فمن هؤلاء أناس نحن وأنتم و الجميع يعرف أنهم أناس أصلا يعني يعارضون أصول هذه الشريعة و يريدون أن يبحثوا يعني عن الواضح أو بالمنقاش أحيانا عن كل شيء يحاولون استخدامه لضرب هذه الشريعة فهؤلاء الحديث معهم يحتاج إلى حلقة مستقلة لأن هؤلاء أصلا أصول الشريعة عندهم غير مضبوطة جميل قسم آخر من الناس هم من المسلمين من إخواننا و فيهم من الخير ما كتب الله عز وجل إلا أنهم يشكل عليهم أحيانا بعض الأمور نظرا لما يشاهدون في المجتمع من تصرفات بعض المعددين السيئة التي نتج عنها مثلا ظلم المرأة أو ضياع الأبناء و فشل الأسرة يعني أحيانا تنظر في بعض المجتمعات فعلا عندنا و عند غيرنا يتزوج الرجل فيكون كما ذكرنا قبل قليل زواجه للثانية أو الثالثة طريق ظلمه لمن قبلها و طريق ضياع أبنائه و إهمال أسرته و فشل الأسرة الأولى هو يزعم أنه يريد بناء أسرة مسلمة طيب تبني أسرة مسلمة جديدة و تهدم أسرة قديمة فاستغل بعض الناس مثل هذا الكلام لتشويه هذا الأمر أقول يا أخي الكريم هذه ليست هي الحالة الأصلية للتعدد ليست هي الحالة موجودة أنا لا أقول لك أنها غير موجودة موجودة لكنها موجودة من أناس لديهم ضعف إيمان لديهم ضعف أخلاق لديهم ضعف إنسانية حتى أحيانا في تعاملهم مع زوجاتهم سواء تزوج واحدة و لا ثنتين و لا ثلاث و لا أربع و لا غير ذلك لديهم أصلا ضعف في سلوك تربيتهم يعني لأبنائهم من أساء إلى زوجته الأولى في الغالب سيسيء إلى زوجته الثانية من فشل في تربية أبنائه من الزوجة الأولى غالبا سيفشل في تربيته للزوجة الثانية فنقول لهؤلاء رويدكم لا تستعجنون في حكمكم و لا تعممون خطأ هذه الأسرة على الجميع نحن نعرف أنا يعني في الميدان و أنت في الميدان نعرف أناس عند زوجة واحدة و ما عنده لطفل أو طفلين و مع ذلك من أفشر الناس تربية و من أسوأ الناس أخلاقا و من أبعد الناس دينا أليس كذلك؟ و نعرف أناس آخرين متزوج أربع نساء و ربما طلق و قتزوج عشر يطلق يتزوج و يطلق و عنده ثلاثين أربعين طفل و الله عز وجل جعل فيهم من الصلاح و الهداية و التوفيق و الإيمان ما ليس في غيرهم موجود أو ما هو موجود؟ موجود إذن لا نعمم في قضايانا و لا نعمم في كلامنا و لا نستخدم أنموذج و لا اثنين و لا عشرة لإسقاط أصل من أصول الشريعة هذا من الخطأ الكبير أحسنتم طيب دكتور هل كل مسائل التعدد مضبوطة بالدليل؟ من رحمة الله من رحمة الله أن باب التعدد أو مسائل التعدد كثير منها مسائل اجتهادية يعني افتح مثلا أي كتاب من كتب الفقه سواء مثل المغني و الإنصاف و أي رياء أي كتاب من كتب الفقه و انظر فيه مثلا في كتاب النكاح في حقوق الأسرة في كذا في باب التعدد ستجد أن الكثير من المسائل مسائل اجتهادية يعني مثلا باب النفقة كم يعطي هذه و كم يعطي هذه مسألة اجتهادية مسألة واحد بيسافر من يأخذ من الزوجات هذه و لا هذه قرعة طيب جاء مناك فين ينزل عند هذه و لا عند هذه مسألة اجتهادية فكلام الفقهاء جله في باب التعدد مبني على الاجتهاد مبني على ليس هناك دليل صريح ليس هناك دليل صريح إذن قوامه ما قلت سابقا العدل العدل الذي ذكره الله تبارك وتعالى فإذا أراد أن يقوم أي مسألة حتى الفقهاء لما يجوم مثلا يذكر في مسألة من المسائل رجل سافر وجاء من السفر ويريد مع زوجتين مع ثلاثة عند من ينزل منهم ومنهم من يقول ينزل عند من كانت من سافر من عندها آخر مرة سافرت من عند من عند الأولى ترجع عند الأولى ومنهم من يقول هو بالخيار إذا عاد له أن ينزل عند إحداهن أو أحبهن إليه إلى غير ذلك هذا الاختلاف دليل أنه ليس هناك نص في المسألة إذن المسألة مسألة اجتهادية إذن كثير من مسائل من مسائل التعدد مسائل اجتهادية يحاول الفقهاء فيها أن يقوموا كل مسألة منها أولا طبعا على الدليل إن وجد ما وجد الدليل فيستأنسون ببعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد فإنهم يحاولون أن يلحقوا ذلك بالأسي والركن الركين وهو العدل في ماذا يكون العدل عند هذه ولي عند هذه ولي عند هذه وبناء عليه يقرر هذا قول ويقرر ذاك قول آخر هل بالعرف ممكن في مسائل سواء في التعدد أو في غير التعدد مبنىها على العرف مسألة النفقة مثلا يا رجل ما تزوي زوجتي هل يشترط مثلا في إطعامهن وحدة تحب الرز والثانية ما تحب الرز تحب الكسكس مثلا نقول يجب عليك مدام أطعمت الأولى رزا أن تطعم الثانية رزا ما تبغى الثانية رز تريد مثلا كسكس وحدة تحب الدجاج والثانية تحب اللحم فهي مسألة عرفية ها مسألة عرفية لذلك هذه المسائل أقول المسائل الاجتهادية السكن السكن مثلا واحدة مثلا تحب أن تسكن في فلا والثانية والله ما يناسبها مثلا إلا حياة البادية وحياة المزرعة تقول لها لا بد أن تسكنين مثلا في هذا المكان لا يلزم هذا شرعا الشرع لا يلزمك بهذا بل بعض الفقهاء يقول واحدة مثلا بنت أناس يعني ميسوري الحال وواحدة أخرى مأخوذة مثلا من بيئة بسيطة فلا يلزم أن تعطى هذه ما تعطى هذه الله عز وجل يقول لينفق ذو ساعة من ساعته والذي قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله هذه كلها مسائل عرفية ليس فيها نص شرعي محدد هذا شيخ دليل على سعة الشريع ورحمة الله لا شك أن هذا من رحمة الله وإلا والله بذات مسائل التعدد لو كل كبيرة وصغيرة كانت مضبوطة بالنص الشرع لذاق الناس بذلك ذرعا ما تستطيع يا أخي ولهذا أنا أعجبني حقيقة كلمة جميلة لأحد الدعاة وأحد العلماء في باب التعدد الرجل الذي تزوج بزوجتين أو ثلاث المرأة بطبيعتها أنها خلقت من ظلع والظلع ظلع الرجل ليس ظلعا مستقيما بل هو ظلع معوج والرجل بطبيعته خلقه الله عز وجل مستقيما تخيل لو أراد الرجل أن يبقى أن يبقى مع المرأة سواء كان من الزوج وحده أو ثلاثين أو ثلاثين لو أراد أن يبقى على يعني قوامته واستقامته المرأة معوجة المرأة ستروح كذا هو سيطلع فوق إذن لن يلتقون أبدا مش حيل تقون إطلاقا طيب وشي المطلوب المطلوب أن المرأة هي التي تميل وتجي عندك لو ما لا تنكسرت أن الظلع معوج أصلا طبيعة طيب ما المطلوب المطلوب أنك أنت تميل ميل يا أخي ميل حتى تمشي أنت يا في خط واحد وتسير الحياة ولهذا تجد أن الشريعة الإسلامية تقول لك يا أخي اكذب أحيانا على الزوجة من أجل أن تمشي الحياة فتبيح الشريعة الكذب مع أن الكذب من الكبائر كما نعلم والمؤمن قد يسرق قد يزني كما جاء في بعض الروايات ولا يكذب ولكن تأتي هنا يقول لك يباح لك أن تكذب ليش حتى تمشي الحياة بينك وبين زوجتك فخليك شوية ميل معها شوية من أجل أن تلتقياني في طريق واحد وتستمر الحياة بينكما واحد من زوج زوجة ثانية يعطي الزوجة الثانية كل كلمات الحب والغرام وكذا والزوجة أولا ما يعطيها ولا كلمة من هذا الكلام يمكن لو أشبعها بالكلام العاطفي يكفيها وتمشي الحياة مصبوط فأقصد أنه لابد لابد من المسايسة لابد أن نميل شيئا يسيرا حتى تسير حياتنا وتكون فعلا أنت القيه كرجو وإلا لو الإنسان يعني ما تنازل عن بعض الجوانب الدكتور وهذه حدثت مشاكل لا تحمد عقباه وكما نشاهد في واقع حياتنا كثير من المشاكل مرتافة يا دكتور جدا سواء مع زوجتك سواء مع أبنائك سواء مع جيرانك سواء مع الخارج يا أخي لماذا فتح يعني لنا ربنا عز وجل من رحمته باب التغافل لماذا يعني كما يقال ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي المتغابي يعني تسمع الكلمة ولا كأنك سمعتها ترى أحيانا بعض التصرفات ينبغي أنت كأنك لم ترها يا أخي أغمض عينيك أحيانا وسد أذنيك أحيانا أخرى كأنك لم ترى كأنك لم تسمع ليش غباء لا لكن حتى تسير الحياة إذا قعدت تدقق مع زوجتك مع أولادك مع مجتمعك اللي حولك فيه كل صغيرة وكبيرة فشلت وانقطعت علاقاتك مع كل الناس اللي حولك لأنه يا أخي طبيعة البشر الخطأ كل ابن آدم خطأ أن تخطي زوجتك تخطي أبنائك يخطئون لا بد فأحيانا لا بد أن تقف وأخرى لا بد أن تتغافل وثالثة لا بد أن تتنازل أنت لا هم حتى تسير هذه الحياة وكما قال إمام أحمد 19 هارة العفو في التغاف والمتغافل والذي يعني على قولي يطنش كثيرا ولا يدقق في أمور تفيد أن حياته مستقرة وهادئة تماما أما فعلا دكتور أما تفيد أن يدقق وعلى كل صغيرة وكبيرة وفيذة صرفت تفيد أن دائما في هم وغم سيدي حتى الناس يملون منك الناس اللي حولك يملون من هذا الذي يدقق مثل ما نقول في كل كبيرة وصغيرة لا بد أن تتجاوز أحسنت طيب متى يعدد الرجل دكتور متى يعدد الرجل لعلنا يعني إجابتنا على هذا نحيلها إلى أو نرجع إلى الكلام الأول متى يعدد الرجل نقول إذا حدد هدفه متى يحدد هدفه ونقول لا تتسرع أنا لا أريد أن يفهم الآخرين الآن وأنا أتكلم أني أنا ضد باب التعدد لا والله لكن أقول لا تتعجل يعني ما المانع مثلا ما المانع أن تأخذ سنة كاملة وأن تدرس مشروع التعدد الواحد مننا الآن إذا يبغي يبغي يبني عمارة أو عنده مشروع تجاري يعمل الآن دراسة جدول المشروع التجاري ويقعد يفكر فيه ويستشير 20-30 مستشار ربما يبقى سنة أو سنتين قبل أن يغامر بماله الذي سيفتح به مشروع تجاري وقبل أن يبني هذه العمارة من مكتب هندسي لمكتب هندسي إلى 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 حتى يعني تتخمر الفكرة في ذهنه وتنطبخ مصبوط وبعدين يقدم طيب يا أخي مشروع حياة مشروع حياة قد يترتب عليه سعادة أبدية أو فشل تدمير أسره قبلها ألا يحتاج منك إلى وقفة قد لك على أقل تقدير سنة أنا هذا في نظري قد لك على أقل تقدير سنة تدرس في هذا الموضوع دراسة متأنية تضع سلبياتك تضع إيجابياتك تضع أهدافك تضع العوائق تستشير أهل الخبرة ليس واحد اثنين ثلاثة أربعة تسمع من المسوقين للتعدد وتسمع من المانعين حتى تتخمر الفكرة ثم توكل على الله فهو باب لن يقفل يعني باب التعدد باب لن يقفل فهو مفتوح فتحه الله عز وجل فلا تخاف مش هينقفل عليك الدنيا ماشية إن شاء الله فلا تتعجل هو أحيانا دكتور فعلا كما ذكرت في أمور أحيان تحدث داخل البيت مشاكل بسيطة البعض يظن أن حلها بالتعدد وأحيانا قد يكون زيادة إشكاليتها وتفكك الأسرة بهذه الخطوة فأحيانا يحتاج شيء من التروي والاستشارة والاستخارة حتى نسان يعني كما قيل يعني أراد يبني قصرا فيهدم مصر يعني فهو صحيح يعني أنت تتحدث وأنا تذكرت شيء فتبسمت يعني للأسف في بعض المجتمعات الآن يقول لك يعني اضرب الابل اضرب الابل بالعصى واضرب المرى بالمرى أو هز المرى بالمرى هذا خطأ يا أخي الكريم يعني كل مشكلة تحصل بين الزوجين بعض الرجال هذا حاله كل مشكلة تحصل بينهما الكلمة اللي على لسانه بتزوج عليك هذا حاله يعرف مثل مين مثل واحد جاي بذبيحة وحطها قدامه وماخد السكين وكل شوية يحدها قدام للذبيحة يا أخي الشريعة نهت عن هذا شريعة نهت هذا الذي سيدبح إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة نهت كأنك تقعد تحد السكين قدام هذه الذبيحة حدها بره وإذا ضربت معاك تعال اذبح بعدين وهي حتى لا تراك إلا بعدها أن تذبح الذبيحة كذلك هذه الزوجة يا أخي بشر عندها حاسيس امرأة بسيطة جدا حصل بينك وبينها مشاكل ليس من اللاهق ليس من الأدب ليس من المروءة أن تقعد كل مشكلة من المشاكل تهددها أن تتزوج عليها أنت رجل وبيدك القوامة إذا رأيت ودرست كما قلنا سابقا وقررت وكذا فتزوج وباسم الله دون أن تقعد تهدد في كل كبيرة وصغيرة وبعد ذلك الحياة ستتضح أمامك أحسن دون المرأة وتقبلها للتعدد دكتور هذا من الصعوبة جدا نسلم ويقينا أن الله عز وجل الذي شرع التعدد جعل في المرأة القابلية في خلقتها جعل في خلقتها القابلية الكلية للتعدد الله أليس هو المشرع نعم أليس هو الذي أجاز للرجل أن يعدد الثانية هو الثالثة هو الرابعة الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي شرع التعدد يعلم أن المرأة في طبيعة خلقها قابلة لأن تقبل وتسير فيها الحياة سير طيب لكن متى متى ما جعلت الشرع نصب عينها وحكمت العقل تحكيم سليم فإنها تستطيع أن تعيش والدليل يا أخي الواقع اللي إحنا عايشين فيه إنه كثير من النساء عدد عليهن أزواجهن ومع ذلك أمورهن سليمة أمورهن سليمة وقبل هذا طبعا أنا ليش أقول المجتمع لأنه بعض لما أقول زوجات النبي وزوجات الصحابة يقول لي عمي الزمان تغير والدنيا تغيرت أنا أقول طيب ما أقول لك الرسول والصحابة أقول لك الآن مجتمعنا يا سيدي والله والله هناك أسر نعرفها من أسر المعددين من خيرة الناس وأزواجهن من خيرة النساء الأولى هي التي تهتم تهتم بأبناء الثانية وتراعيهن وتقوم على شؤونهن ويتربين جميعا أحلى تربية وأحسن يعني خلق بفضل الله موجود إذن هذا الوجود لهؤلاء النساء دليل على أن خلق المرأة قابل قابل لهذا التعدد لكن أحيانا المؤثرات هي التي تشوه هذا الخلق وتخرب هذه الفطرة الموجودة أو الأمثلة السيئة الموجودة يعني الأمثلة موجودة لا شك مثل ما ذكرنا لكن كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله هناك أمور تحف بالمرأة تجعلها تسقط في هذا الوحل طيب لماذا تسقط المرأة كيف ومع التعدد لماذا أنا أعجبني حقيقة يعني طبعا هذا الكلام متى ممكن نتحدث عنه إذا الرجل تزوج ومشي بعض النساء ربما تنجح كما ذكرنا في باب التعدد أقصد الأولى وتمشي الحياة وبعض النساء تسقط طيب هذا الذي سقطت وطلبت الطلاق وشتتت أبنائها وأنهت أسرتها ما السبب الذي جعلها تفعل ذلك من أسوأ الأسباب وهو في نظري أنا وقد يكون خطأ هو الأول البيئة التي تحيط بها البيئة المحيطة بها أعجبني كلام أحد الدعاة يقول إذا فكرت في التعدد فينبغي أن تبعد زوجتك الأولى عن المحيط الذي حولها قل شهرين حتى تتزن وتنضبط أمورها لأنها في هذه الفترة الذي يؤججها هو المجتمع السيء للأسف الذي تعيش فيه والدليل على كلامي أن بعض القبائل مثلا عندنا وفي بعض الدول الأخرى أيضا في بعض المجتمعات مثلا التعدد عندهم أمر سائغ في بعض المجتمعات عندنا وعند غيرنا التعدد أمر مساغ يعني الواحد يزوج وحده وثنتين وثلاث والله يسكن في بيت واحد وأنت ربما تعرف هذا يا أبا عمر وحياتهم مستقرة بل الزوجة الأولى تحضر الزواج للثانية وتقدم لها الهدايا ليش؟ لأن كل المجتمع اللي حولها بيئتها معددين أبوها معدد أخوها معدد وجيرانها معددين فالأمر عادي أمر عادي لكن لما يعدد رجل في مجتمع هذا الأمر فيه غير موجود كل الأسر المحيطة موحدين اللهم اجعلنا من الموحدين فيعدد ويأتي بزوجة ثانية أو ثالث تجد المجتمع اللي حولها هو اللي يقلبها هو الذي يغير أفكارها هو الذي يجعلها تنقلب نعوذ بالله وحش كاسر تدمر نفسها هي أولا هي تدمر نفسها تدمر أنوثتها تدمر صحتها تدمر نفسيتها ثم تدمر أبنائها وتدمر أسرتها إذن هذا المحيط هذا المحيط هو السبب الرئيسي في كثير مما يكون سببا في سقوط بعض النساء نحن لا نغفل لا نغفل الجانب الشرعي لأن بعض النساء عندهم ضعف شرعي جانب الخلق جانب الحياة فيه جوانب لكن هذا هو هو الأساس هو دكتور يعني أحيانا قلت المجتمع على البيئة تجد أن إذا تزوج مثلا الزوج أخذ أعدد أخذ الثاني تجد يؤججونها على أنها تنفصل عنه إيه فإذا انفصلت رب يأتي رجل آخر معددا فتقبل به صحيح فهذه النظر الخاطئ كيف يعني يا دكتور يعني هي للأسف ما تريد أن تكون مع زوجي معدد فإذا طلقت تزوجت بمعدد لا وأسوأ من هذا يعني يأتون إليها يقول مثلا بعض النساء يقول تقول له بالذات إذا كان المسألة مسألة في فترة الملكة أو كذا أو بداية الزواج ترى نكدي عليه حياته إذا نكدي عليه حياته بيطلقها فتبدأ في عملية التنكيد مستمر لا شك أن هذا كل من الأخطاء ولهذا نقول كل هذا يرجع إلى البيئة المحيطة متى ما اختارت المرأة متى ما اختارت الزوجة البيئة الطيبة والله ستنجو وستنجو أسرتها وسينجو أبناءها أنا يعني لعلي أقول على عجالة يظهر الوقت نصيحتي للزوج لا تتعجل في موضوع التعدد أدرس دراسة متأنية وإياك والعجلة لا تنظر إلى الإيجابيات وتغفل السلبيات هاتان نقطتان للزوج مهمة الزوجة يا أيتها المؤمنة يا أيتها الصالحة أتمنى أن تسمع كلامي تأني إذا قرر زوجك الزواج بأخرى أو تزوج بأخرى ثم وصلك الخبر لو لم يكن إلا أن تحافظي على نفسك صحتك نفسيتك وتحافظي على أبنائك فهذا أعظم مكسب ربما نفسيا بعض النساء تقول لك أنا ما عد أبغاه أنا لا أريده لا أتصور نفسيتي لا تتقبل هذا الزوج أقول هذا أمر إليك وبينك وبين الله لكن إياك أن يكون هذا مؤثرا على أبنائك فتدمر أبنائك وتدمر مستقبلهم تدمر تربيتهم وتدمر نفسك صحتك ونفسيتك لا 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 على أقل تقدير استنقذي نفسك واستنقذي أبنائك لتستمر هذه الأسرة ثم بعد ذلك اتخذي ما تشاء أحسنتم دكتور وحديث دوش جون وشيخ معك وبيّنت ووضحت حكم شرعي من حكم الله عز وجل الوقت دهمنا ويكفي من القلادة ما أحاطى بالعنق دكتور قشمير قال نشكرك تلبية دعوة البرنامج في هذه الحلقة كرامك الله سأل الله أن يوفقنا وياكم لكل خير نشكركم أيضا أنتم نشكرك يا أبا عمر على حسن خلقك ومداخلاتك ونسكر الإخوة في القناة وصل الله للجميع التوفيق الله أمين أشكر لكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة مشاهدين الكرام كان الهدف من هذا الحديث هو بيان حكم الله عز وجل وليس دعوة إلى التعدد و الحث عليه إنما فصلنا فيه و بيّنا حكم الله عز وجل وهذه شريعة الله عز وجل يجب أن نؤمن ونقبل بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمى المودة و السعادة على جميع بيوتة المسلمين شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم و مشاهدتكم التقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة إلى ذلك و الحين و في كل حين استودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كُلٌّ يضيف رؤى للنجاح و يثري بها ما جلس الابتكار فأنعم بهم في الورى أسرة و طوبى لمن في هداه استشار و طوبى لمن في هداه استشار